النهاردة قطاع المدريات وقطاع الديني بوزارة الأوقاف قرر اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع جمع أموال بالمساجر خارج إطار القانون ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف أنها تجمع أموال أو تحط أي صندوق داخل المساجد أو حتى في محيطه والوزارة أعلنت في بيان لها بعد الاجتماع بديوان عام الوزارة برئاسة وزير الأوقاف دكتور محمد بختار جمعة أن هما هيقوموا بحملة موسعة إبداء من يوم الخميس اللي جاي لإزالة أي سنديق تبع لأي جهة مع التحفز عليها وتحرير محاضر للجهة وضعت هذه السنديق والوزير وجه بتكليف المدريات أنها تقوم بحصر أي سنديق لجامع المال بالمساجد من خلال لجان البر اللي مشكلة بمعرفة الوزارة أو مجالس الإدارة المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف وتكليف سيد جمال فهمي رئيس قطاع المدريات بمتابعة هذا الموضوع غير كده كمان الوزارة قرأت أنها تدي رقم كودي لكل صندوق هاي يسجل بالمدرية وهيكون للصندوق إفليه بمفتحين مختلفين بحيث أنه ما فيش أي شخص بمفرده يقدر أن هو يفتح الصندوق إلا في وجود لجنة معتمدة من المدرية اشتركوا في القناة